مرحبا بكم وسهلا أصدقائي الشباب مشاهدين الكرام في الحلقة العاشرة من برنامج مع الشباب حلقتنا الليلة الليلة تكلموا فيها عن ريادة الأعمال والمقاولات النسائية الواقع والتحديات والأفاق المستقبلية يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة لالة منت القوذ المديرة العامة للشمول المالي بالبنك المركزي أهلا وسهلا بك بالإضافة إلى مدير المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا سيد حبيب الله محمد أحمد بالإضافة إلى رئيسة المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال السيدة فاطمة منت الفيل مرحبا وسهلا أيضا بالجمهور الشبابي الحاضر معنا سابقنا بدء نقاش مشاهدنا الكرام أدعوكم لمتابعة التقرير التالي ثم نعود تحتل ريادة الأعمال وخلق بيئة خصبة للإبداع في المجال الاقتصادي عنوانا بارزا يستدعي الانتباه خصوصا حين يتعلق الأمر ببزوغ نجم المرأة الموريتانية في عالم المال والأعمال خطوات ذابتة تضعها المرأة في بلادنا نحو مجالات الاستثمار توجت بإنشاء المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال والذي يحمل على عاتقه مسؤولية ترقية المقاولات النسائية في تعبير عن إدراك تام للدور الهام المنوط بالمرأة الموريتانية حين يتعلق الأمر بالدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد إحصاء المؤسسات النسوية وإقامة المعارض التجارية وتوفير فرص للتكوين مجموعة من الأهداف من بين أخرى يجدها المجلس سبيلا إلى الرقي بالمقاولات النسوية ولكن رغم ما توفره المبادرات النسوية من فرص عمل ساهمت في تغيير حياة الكثيرات إلا أن الحماية الفكرية للمشاريع وتوفير تمويلات لتلك الأفكار ما تزال عوائق تحول دون ما يراد لهم فما هي أبرز العوائق التي تحول دون توفير تمويلات للمشاريع النسوية وما هي أبرز الإنجازات التي تحققت للمجلس مرحبا بكم وسهلا مرة أخرى مشاهدين الكرام ورحبوا بضيوفنا مرة أخرى ولأينا بدءوا مع سيدة لالة القوث المديرة العامة لشمول المالي بالبانك المركزي مرحبا بكم سهلا سيدة لالة في برنامج مع الشباب وفرصة سعيدة أنكم معنا الليلة مرحبا وسهلا شرفتوني حقيقة بالدعوة الكريمة جزاكم الله خير لا نبدأ معك لالة بتعطيني نظرة عامة حول ريادة الأعمال والمقاولات النسائية هنا في موريتان شون هو رأيك في هذا المجال ومنذ رأي كان هذا المجال حسب وجهة نظرك أنت حقق شيء خلال السنوات القليلة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم كيفما قلت نجدد شكري للتلفز الوطنية على هذه الاستضافة الكريمة شكر موصول لجمهوركم الكريم ومشاهدينكم الليلة الحقيقة أعلن نحن في الإدارة العامة للشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني شرفنا أعلن نعودهم للإدارات اللي يشتغلوا على خدمة الشباب في الوطن نحن إدارة جديدة عندها تقريبا عمر غير طويل جدا ما يقارب سنة وهذا المجال قمنا بتشخيص للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بها ومساعدتها في مواكبة السوق الموريتاني الحقيقة أعلن الشركات الصغيرة الموريتانية وخاصة منها الشركات المدارة من قبل النساء تتعرض المجموعة من التحديات نقدرون نذكرون منها الشيضارك ونقدرون نتعرضون لعقابها عقب ذلك من بينهم مثلا ومن بين أهم هذه المعويقات حسب الدراسة اللي قمنا بها الولوج للتمويل يعني الحصول على التمويل يعني الحصول على التمويل مثلا في الدراسة اللي قمنا بها ذم ما يقارب سبعين في المية من الشركات الوطنية التي تم دمجها ماليا يعني تتحصل على رقم حساب مثلا ولكن من بين هذه الشرايك ذم مجموعة كبيرة منها أكثر من ستين في المية تحتسب على الوصول للتمويل على أنه مسألة مسألة نقدرون نقوله على أنها صعيبة حياتية بالنسبة لهم مصيرية مصيرية إذا لم يتمكنوا من الولوج للتمويل فإنهم حسب وجهة نرهم ذاهبون إلى الوفاة المبكرة كمؤسسات مهمة في الاقتصاد الوطني نعم ودخلنا في صلب الموضوع على كل حال بصيفة مبكرة ولكن من بينهم ولي هذه التحديات اللي تواجه النساء وتواجه الشباب مسألة مثلا الاستفادة من الفارماتيون التكوينات التكوينات المهنية المختصة في مجالهم مثلا نجبر بعض المؤسسات التي لا تتقدم بما يكفي رغم حصولها على تمويلات والأسباب هي مثلا عدم استفادتها من التكوينات وهذه التكوينات الحقيقة على أنها مكلفة لها كمؤسسات صغيرة ولا يمكنها دفع الثمن الذي ينبغي دفعه من أجل التكوين بصفة خاصة هناك مجموعة أخرى من التحديات اللي يعانوا منها هذه المؤسسات من بينها مثلا القدرة على استقطاب الأشخاص البكونين وذووا مثلا خبرة مهمة لأن الصورة المجتمعية تجاه هذه المؤسسات أعلنها قد تكون أقل أمان في المجال العملي من الشركات الكبيرة أو من الدولة فإذا لم تتمكن المؤسسات الصغيرة من الولوج لتكوينات في مجالها وفي اختصاصها وفي ريادة الأعمال وفي التسويق إذا لم تتمكن من الحصول بصفة متكافئة مع الشركات الأخرى الوصول إلى تمويلات ودعم مهني وفني إذا لم تتمكن من استقطاب واستجلاب خبرات وأشخاص ذو خبرات مهنية مهمة فإن هذا يشكل تحدي البقاءها والتمكنها من منافزة الشرائق الأخرى نعم رحبوا بالمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في مرتاني سيد حبيب الله محمد أحمد برحب بكم سيد حبيب الله سيد حبيب الله طبعا تمفى وكالة ترقية الاستثمارات طبعا تقدموا مجموعة كبيرة من الأمور المهمة للشباب اللي عندهم مؤسسات رواد الأعمال من بين هذه طبعا تزويد المقاولين والمستثمرين بالمعلومات شن هي طبيعة هذه المعلومات ومن ترى شت قد تفيد هذه المعلومات لمقاولين الشباب ورواد الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم شكرا تلفست الموريتانية على الاستضافة شكرا أيضا على مواكبتها للجهود المبذولة في إطار محاولة ترقية القطاع الخاص وتمكنه من لعبي دوره كاملا في التنمية الاقتصادية للبلد مفهوم ريادة الأعمال بشكل عام مفهوم جديد حديث نسبيا وطبعا حديث نسبيا أيضا في بلادنا إذا تكلمنا عن مفهوم ريادة الأعمال نتكلم عن نشاط اقتصادي أو مقاولات صغيرة ومتوسطة هذا النشاط الاقتصادي طبعا نشاط اقتصادي يهدف إلى الربح لماذا نقول ريادة أعمال لأن ريادة الأعمال هي مبادرة من رائد الأعمال نفسه على أنه ينوي القيام بنشاط اقتصادي شرط النشاط الاقتصادي أن يتم إنشاء شركة لأن النشاط الاقتصادي كي يتم تنفيذه لا بد أن يكون عن طريق شركة وهنا تتدخل وكالة ترقية الاستثمارات في المرحلة الأولى إذن أي رائد أعمال لكي يبدأ نشاطاً اقتصادياً لا بد أن ينشئ اشتركة والإنشاء اشتركة لا بد أن يتوجه إلى الشباك الموحد بوكالة ترقية الاستثمارات هذا الشباك الموحد طبعاً الشباكة منشأ بموجب قانون 052-2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات في موريتانيا وهو نافذة تحوي أو تشمل كل المؤسسات الحكومية المعنية بإنشاء اشتركات بدءاً بالمحكمة التجارية وممثل عن المحكمة التجارية وممثل عن الإدارة العامة للضرائب وممثل عن الجمارك إلى غير ذلك ومثل عن وزارة الشغل هذا الشباك الموحد دوره الأساسي والأول أنه يستقبل رواد الأعمال ويستقبل المستثمرين من شكل عام وأن يوفر لهم المعلومة المعلومة عن القطاع الاقتصادي أو عن النشاط الاقتصادي الذي ينون تنفيذه إذا توفرت المعلومة لتجاوز إلى المرحلة الثانية وهي إنشاء اشتركة طبعاً هو يوفر لهم إنشاء هذه اشتركات اشتركة طبعاً بمختلف اشكال اشتركات الأموال واشتركات الاشخاص المرحلة الثالثة مع الشباك الموحد أن الشباك الموحد أيضاً يواكب رواد الأعمال ويواكب المستثمرين في وضع أو في تنفيذ مشاريعهم ليس فقط إنشاء اشتركة وإنما مواكبة هذا المشروع حتى يتم وضعه موضوع التنفيذ ثم المرحلة الأخرى أيضاً متابعة وتقييم هذا المشروع لكي يتمكن المشروع من الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تضمنها مدونة الاستثمار بشكل عام نعم طبعاً كلها خطوات مهمة من أجل المواكبة ودعم المشاريع الصغيرة طبعاً رحبوا بسيدة فاطمة منت الفيل رئيس المجلس الموليتاني سيدات الأعمال مرحبا بكم سهلا فاطمة فاطمة طبعاً أنت ترأسين المجلس الموليتاني سيدات الأعمال نختارك وتكلمين عن هذا المجلس أنت وأسس وشين هي الهداف اللي قايم عليه بسم الله الرحمن الرحيم أولاً شكراً ترفزاً للاستضافة ومرحبا بأخوتي من البنك المركزي ووكالة طرقية الاستثمار المجلس الموليتاني سيدات الأعمال تأسس سنة 2017 كيفما قال المجل المساعد على كلمتريات الأعمال مصطلح جديد على الوطن ونحن قد نعود وكنا سباقين فيه هنا لا هنا نقول على الاقتصاد الموليتاني بشكل عام يمثل من و 68% القطاع القير مصنف وهذا هو الذي على أساسه وتأسس المجلس الموليتاني سيدات الأعمال نقل النساء من القطاع القير مصنف للقطاع المصنف لذلك 68% 48% منها نساء وهذا طبعاً المعطيات حسب جراسة البنك الدولي هم هم العاطين هم يعني على أن تأسسنا سنة 2017 وكان من أهم هدافنا هو تكوين النساء على بناء مؤسسات في مجال التسير وفي مجال الولوج للقرود والولوج للصفقات ولكن ثم ياسر من التحجيات ثم ياسر من التحجيات كيف ما قالت الأخت لالة لأن النساء أولاً رأس مال المرأة لا يوازي رأس مال الرجل والفرص المتاحة أمام الرجل ما هي المتاحة أمام المرأة والشباب لأنهما أولاً أنت تولج للقرود لا بدالك من ضمانات وضمانات دائماً تعود فيها سند عقاري والسندات العقارية العلية للنساء والشباب ما هم عندهم فهم أمام اللي ياسر من الأمور سابقة تولج بهالي ياسر من النساء نحن بتواصلنا مع الشباك الموحد عندنا يسهل للنساء الدخول في القطاع الخاص من أجل إنشاء شركاتهم وتأطيرهم على الطريقة اللي يفتحوا بها الشركات يا قير كيف ما قلت على أن المرأة والشباب بشكل عام على أنهم يعانوا أولاً من التكوين لأنهم تعود شركة ناشية إذا تتوجه البنك لطالب قرض لا بدها من جراسة مشروع ولا بدها من ياسر من الأمور التي تصرف عليها ياسر من الفضة تعود هي مزالة شركة ناشية وما فهم حاضنة ما فهم حاضنة للشركات الساقرة والمتوسطة ونحن في المجلس المتالي سيدات الأعمال فتنا طالبنا في خانة رئيس الجمهورية بإنشاء دار للمقاولات النسائية تعود تابعة للدولة الموريتانية تعود تابعة لأن المرأة هنا في مجريات الأعمال ما فهم أي قطاع ما فهم أي قطاع أوصي عليها أين تقول وزارة الشونج الاجتماعية اللي هي أصلاً وزارة المرأة تقول لهم أنتوما ما تعنون بكم أنتوما عدت ورائي ذات أعمال وليباترونة اللي هم تحضر باب العمل مولي لاحقوا قاعدة هون ودون مكتبهم التنفيذي ما فيهم رأة وكان لقاءنا مع رئيس الجمهورية في قصر المتمرات في 2021 طالبنا له أعطاء أوامر على أن تعدل التحاجية للنساء يقير ما وفعلت ذلك للتحاجية تعود على أنها عندها مردوجية على النساء لأنها ما وفعلت وبذاك رائدة الأعمال هون في موريتان الدور في حلقة مفرقة ما عندها قطاع يدعمها ويواكبها إلى أن توقف وراه هذه دار المقاولات النسائية موجودة في جميع البلدان ومولي في نفس الوقت حاولنا مع القرفة التجارية على أن نعود تعود لنا السند يقير مولي نفس الشيء القرفة التجارية عندها ياسر من الاختلالات ويعني أعلنها وهذه الزمن والإزادة هي ما هي أكتشيف ما هي ما هي نشطة ما هي نشطة وبالتالي أعلن المرأة ما زالت في مجاريات الأعمال ما زالت وخصوصا أعلن نحن في المجلس المتاني السيدات الأعمال أعلن يجسل ثم حال نواعو أن يستعلن ونوجهونهم على أن القطاعات الانتاجية في تنمية الحيوانية وкие تنمية الحيوانية ومجال الصيد وقطعات الانتاجية وحتى الخدمات للقطاعات الانتاجية يتعود واحدة منهم. نحن نضرك المجلس المتعاني سيدات العمار في جميع القطاعات في مجال الزراعة ومجال التنمية الحيوانية ومجال الصيب. كيف ما قلت على أن نفهم ياسر من التحجيات التي لا نقدر مرأة واجهة. ما نقدرون نحن كمجلس نتقلبوا عليهم يكون بالدولة وما فهم إدارة وصية على هذا القطاع الذي نقال له ريات العمار النسائية لكيف ما قلنا على أنه جديد علينا في القطاع في القطاع الخاص. نعم واضح. مشاهدين الكرام وصلنا معكم حالا لفقرة ضيف الشباب بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام أصدقاء الشباب رحبوا معنا بضيف الشباب الفنان الشاب مراد أحمد زيدان أهلاً 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 وسهلاً أهلاً. أهلاً بكم ورحمة. مراد وخيرت. أهلاً. شو مواسيك لباس عليك؟ مراد مرحباً بكم سهلاً برنامج مع الشباب نحن سعداء الليلة لك معنا. وأنا سعيد بكم أكثر ونبقى يقول كلمة مختصرة على أن يشاكر حتى التلفزة الموريتانية على إنتاج مثل هذا النوع من البرامج المهم حتى للشباب الذين يهتم مختلف مجالاتهم الفنية والثقافية وغير التعديمية وحتى المهنية. مراد سابق تبدأ طبعاً نختارنا نطرح لك سؤال مراد طبعاً الآلات الموسيقية الموريتانية تيدينيت واردين طبعاً هذه أنت تحاول معها لأنك دخل هذا المجال العالمي تدمجها ضمن الآلات الموسيقية العالمية والموجودة صحيح صحيح هي فيعل آلات موسيقية موريتانية موجودة لهم يغير تبقى آلات بحثة يعني يمكن استخدامها مختلف مقامات الدولية ومختلف الأشكال الإقاعية والنظامية الموسيقية مختلف مقامات العالم وهو قصدي لأياك كما فرضوهم علينا ثقافتهم وعدونا سماعين له هون وأكثر كذلك نحن نفرض ثقافة عليهم ونسمعوها لهم أكثر بطريقة تعود تكشف عنا الالتقاء المقامات المشتركة ما بين نحن وهم لأياك يعود ذاك متقبل عنهم عندهم بالطريقة اللولة لأن نور ذاك نعلم ونعطوه لهم بطريقة نحن التقليدية مراد طبعاً هذا جهد كبير ونحن الشباب محيينك على هذا الجهد تحية كبيرة ولا يخليك تغنينا أغنية وهذه هي أكبر دليل على ذا الواحل أنت في طبعاً تطوير الموسيقى الموريتانية تحية كبيرة خليكم مع مراد شكراً اشتركوا في القناة شكراً 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 موسيقى موسيقى شكرا جزيلا للفنان مراد أحمد زيدان تحية كبيرة وانتقنيت ناغنيا قالها جانام بالهندية وطبعا فيها آلة موسيقية اموريكانية تنطول فيها آلة موسيقية اموريكانية أكيد أكيد والجملة الموسيقية اللي استخدمت بالتدنيت ما هي أصلا من نظام ها هي لكني عدلت بطريقة الحسانية للكشف عن التقاء هذا المقامين عندنا احنا يسموه مكة موسى عندهم يسموه راقاء آدناء ما شاء الله ومقام مشترك في نفس الوحدات تصاعدية وتنازلية تحية كبيرة لك الفنان مراد أحمد زيدان وطبعا لا هي نرجع لك ضمن هذا اللي قام برنامج مع الشباب تحية كبيرة شكرا نرجع لضيوفنا الكرام نرجع لضيفنا حبيب الله وحمد أحمد سيد حبيب الله شين هي الخطوات العملية لتطوير هذا القطاع اللي قالوا القطاع الخاص من دراء شين هي الخطوات الفعلية اللي تقدر تزيل جميع هذه التحديات المطروحة وتعود فعلا معبد الطريق أمام الناس اللي في القطاع الخاص شكرا هذا سؤال مهم فعلا سؤال ممتاز جدا كما أسلفت أن رياد الأعمال عبارة عن نشاط اقتصادي وهذا النشاط يبدأ بإنشاء الشركة لذلك إنشاء الشركة يتم في الشباك الموحد وكرقم على عدد الشركات الموشة سنويا في موريتانيا من سنة 2013 إلى سنة 2024 مع معدله حدود 3.000 إلى 3.500 شركة سنويا هذا الرقم كبير نسبيا ونرجو إن شاء الله أن هذه الشركات أنها يتواصل إنشاءها وهو دليل قائم على أن فيه إنشطة اقتصادية وفيه رياد الأعمال للعودة على سؤالك اسمح لي بالتعليق أيضا على المشكلة التمويل التي أثيرها سابقا أكيد أكيد مشكلة التمويل في موريتانيا مشكلة التمويل للشركات وأول ما يفكر فيه رائد الأعمال هو وضع خطة النشاط والخطة طبعا تنطوي على خطة التمويل مبدئيا رائد أعمال مبتدئ من المفترض أنه لا يتمكن من توفر على التمويل لنشاط الاقتصادي ذلك هو سوف يتوجه إلى المنظومة التمويل أو المنظومة المصرفية الخاصة في البلد وشير إلى أنه فيه مجموعة من المؤسسات المعنية بتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة أذكر على سبيل المثال طبعا القطاع المصرفي الخاص البنوك أذكر أنه فيه أيضا صندوق التنمية أذكر أيضا أنه فيه مجموعة من البنوك أو بعض البنوك المتعلقة بالتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلا بنك الإبداع بروكا بيك كلها مؤسسات تمويل لمؤسسات صغيرة متوسطة لذلك أرواد الأعمال ينبغي أن يتوجه لهذا إشارت المدير العام أيضا إلى أنه الحكومة أيضا فكرت في أنها تجد حل دائم ومستمر لهذا مشكلة الولوج للتمويل لذلك استحدث سنة 2023 ما يعرض بصندوق الضمان الموريتاني والضمان هو العقبة الأولى في التمويل لأنه أي بنك أو أي مصرف لن يعطيه تمويل إلا بضماناته لذلك تم استحداث هذه المؤسسة لكي تضمن مع البنك الخاص أو تقلل منها مش المخاطرة الذي تتحمله البنوك عادة كيف نطور القطاع الخاص؟ تطوير القطاع الخاص على كل حال فيه جانبين فيه جانب المؤسساتي وفيه جانب القانوني جانب النصوص الحكومة الموريتانية اشتغلت على هذا الموضوع من فترة زمنية ويمكن أن أتطرق إلى مجموعة القوانين التي تنظم القطاع الخاص وتنظم الاستثمار ثم أيضا أذكر بعض المؤسسات الحكومية المسؤولة عن مواكبة القطاع الخاص أذكر أيضا أولا أن الاستثمار يتم تنظيمه عن طريق مدوة الاستثمار التي أنشئت سنة 2012 وهي قانون ينظم كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء طبعا مجموعة من الأنشطات الاقتصادية التي تتعلق بالمؤسسات المالية التي تخضع لقانون البنك المركزي ثم أيضا مؤسسات التي تنشط في مجال الكهرباء وقطاع المعادن أيضا تم إنشاء منطقة حرة سنة 2013 منطقة الحرة في نوذيب وهي أيضا منشأة بقانون وهذه المنطقة تسهل أيضا عملية الاستثمار وتطوير القطاع الخاص تم إنشاء قانون 2017 وهو ما يعرف بقانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص ثم أيضا القوانين المتعلقة كل هذه طبعا نصوص قانونية تعتبر ضرورة أولية لكي يتم تطوير القطاع الخاص أذكر أيضا أنه تم استحداث مجلس أعلال الاستثمار في موريتانيا ترعسه فخانط رئيس الجمهورية شخصيا هذا المجلس طبعا يحوي مجموعة من المستثمرين الخواص ومديرين العامي للشركات الدولية شركات معروفة هذا طبعا لكي ندلل على أهمية الأهمية التي تتوليها الحكومة لتطوير القطاع الخاص ثم أيضا طبعا تم إنشاء تكلمتم عن الأنشطة الاقتصادية المصنفة والغير المصنفة طبعا فيه إدارة في وزارة الاقتصاد تتعلق بتصنيف أو دورها الأساسي هو تصنيف الأنشطة الغير المصنفة أو مساعدتها على أنها تدخل في القطاع المصنف تم أيضا إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات منذ سنة 2021 والدور الأساسي لهذه الوكالة أنها تشكل على الأقل أن المستثمر يكون لديه طرف يتوجه إليه أولا بطلب المعلومة ثم أيضا بإنشاء الشركات ثم بمواكبته وإعتماده لدى مدامة الاستثمار ثم أيضا هذا الطرف طبعا هو طرف حكومي يمكن أن يسمح لهذه المستثمر بالتظلم أو ضمان حقوقه إلى غير ذلك إذن ثمتها منظومة قانونية ومنظومة مؤسسية أو مؤسساتية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تطوير القطاع الخاص والقطاع الخاص طبعا كما هو معروف وهو المحرك الرئيسي للإقتصاد ودون القطاع الخاص لا يمكن أن تكون فيه تنمية نعم الجمهور حدمكم اللي عندوا عندوا سؤال يخطر يطرح سؤال والله وندقلت فضلي فضلي أختي الكريمة السلام عليكم لو سمحت يوقفي فرضان السلام عليكم عشدت يوقات من مجلس سيدات العمل الموريتاني رايدة العمل عندنا مشكلة لدينا في التوباط جيته ذا الموضوع دائما نجبره مشكلة الأساسية عندنا هي عندنا الحمد وندنا تكوينات في جميع المجالات عندنا دراسة مشاريع معدلين قاعدة بيانات ومعدلين تكوين في الزراعة عندنا تكوينات جاهزين وندنا ما يدراسة المشاريع التي عندنا دائما نجبر عنه هنا شيئا الشركة ولا مؤسسة دور التي تقبضها ولا غطاء أي دور التي تقبضها شيء من المشاريع السغيرة ونطرحوا فيها بعد ما ننكبض نهائيا بعد شهر وشهرين لنلاحظوا عن مشروعنا عنه وعدل في شيء آخر نفس المشروع ونطرحوا من هذه الرواي نبقى القطاعات الخاصة عندهم تكوينات في مجال الزراعة عندهم تكوينات في مجال الزراعة لدينا تكوينات في مجال معين ونطرحوا من القطاع لدي معني بي يعودين دمج في القطاع هي يالت القطاعات تتعود كلها عند قابضة معدلة ببريدة تقبض فيها الناس عندهم تكوينات خاصة بالنسبة للزراعة وبالنسبة التكوينات العام تقبض في مجال الزراعة لدينا تحقق نهر أمر جلسكم برحسن الشر شكرا لك طافي لا تلاعب حد من وحدكم أنزعت عندها سؤال تفضلي تفضلي مرخيري السلام عليكم وشكرا للإستضافة مرخيري لو سمحت حق الله وقفي أنا بعد طارق الله يكسر إن شاء الله طيب شكرا مرخير منطم صفا عضو مجلس المرتاني السيدات الأعمال رائدة أعمال فهمنا قادة طرقوا لهم الأخوال الذين يتكلموا سابقنا فهم نقطة أساسية وهي قضية أعلن الشباك الموحد اللي هو لابيم هذا أعلن قطعا إجبارنا تأسهلات في قضية تفتح الشركات خصوصا الصغيرة الشركات ناشية عن طريق المجلس الأمور الثاني السيدات الأعمال ورقائنا التكوينات نحن مشكلتنا في القطاع التي تكلمت عن السيدة الرئيسة نحن عندنا نديجة الذي تكلمات لأن نساء الشركات وغيرت تكلمت عن السيدة الرئيسة ويتم تقوم بالأساسية ويتم تقوم بالأساسية ويقوم بالأساسية ويتم تقوم بالأساسية بالطريقة التي جمعتها الله أعلم بها لم تكن تفتح الشركة لم تكن تطعي وجه العامل إذا لم تكن تطعي من ضرائب التي تتعذر شيء منها لم تكن تفتح الشركة ولا قونتها ثم نقطة قضية فعلا كنت لك شباك الموحد في الشهر الماضي سهل مجموعة من النساء عن طريق المجلس المولداني سيدات العمال لفتحها الشرايك ثم صندوق تكلمة عن الاختلال قالت عنه يمكنني الشرايك الصغيرة والمتوسطة وناشئة من قضية الدعم نحن دائما تكوينات والدعم الذي نجبره عن طريق المجلس المولداني سيدات العمال بالتعاون مع المستثمرين خصوصا للأجنال بالنسبة للداخل هنا نحن هذه المجموعة قد تستفاد منها نختار الاختلالة العتل المهم الطريقة والله مجال قد تجبر كي قادت الرئيسان قاني مفوت عدت عن دراس مال كبير والله عندي رقم كبير وقالت عندي قدر من اللوراق قاعد للدور شروط وقاعدوا عندي ساعة الثانية قاعد نجيب مستثمرين نجانب قاني مزل مبتدئ ناشئ عندي كي شركة قلت لكم مجموعة ورقم كبير مجالات عدت عن طريق المجلس المولداني سيدات العمال تم لفتح الشركة وسهل شباك الموحدة طريقة تفتيح الشركة وذا كان فتحنا الشركة الخطوة الموالية طريقة التي نجبره يتمكن نعود مافتنة لدينا القام لدينا مجالات وطريقة التي نجبره دائما التي نطلق في البواب وطريقة التي نجبره في البواب وطريقة لدينا دراسة مشروع وطريقة تجبره ببانك مقفلة قدامها أي شخص شركة متوسطة صغيرة وناشئة لا يوجد أحد يتكلم عنه الطريقة التي نجبره العاتفة متفاصيل أكثر قاعدت الولوج شكرا لك شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله محمد رمين والمباركات ناشط في القطاع غير مصنف حامل الشهادة عليا أولا مرحب بكم بالاستضافة ووجدت سعيد بتواجدهم استمعت المداخلة المديرة والمديرة المساعد ورئيسة جزام الله خير على هذه المعلومات الوافرة اللي عطاونا ليلة عندي سؤال للمجير المساعد وعندي سؤال الرئيسة طرقة الرئيسة التي تعود هي شباح التي تطرق بالنسبة لرياضة الأعمال خصوصا القطاع المصنف والقطاع غير المصنف عدة قضايا نعانو نحن منها وعقبات أولا هي على أن الواحد مننا يحصل على تمويل ويفتح مشروع معين غير ما عنده من مثل القلب نقوله على أن يخطو شر خطوة القطاع المصنف بهذاك من الضرائب لا يجعي في حال تفتح شركة عند وكالة ترقية الاستثمار التالي من دراء السؤال للسيد المجير يكان ذمات إياها خطط تجاه هذه المشاريع الصغيرة تحد منذوق الضرائب في الفترة الأولى دائما يكان عندهم خطط مثلا فتح الشركة كان عندهم خطط موجه شر الضرائب دائما تعود جاح بالانشطات الصغيرة السؤال الذي موجه للرئيسة وذكرت صندوق موجه للضمان والقروض كما قالت الرئيسة مشكلتنا على أن نحصل على القروض من البنوك نجبر بها قروض دائما تعود لابد لها من جهد ويابد لها من ياسر من شيء لا لديه ضمان كبير يحصل به منذوق الصندوق الخطة التي يعدل من أجل تمكين الشباب من القروض والضمانات شن هيها يكان مقاع ذات ورسموها والله مع شكرا مواصلين معكم مشاهدين الكرام هذا لقاء من برنامج مع الشباب ونرجع سيد حبيب الله محمد أحمد المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات بمريتانيا طبعا كانت هناك تساؤلات من طرف الجمهور الحاضر تفضلوا لعدكم عليها التعليق شكرا جزيلا اسمع التساؤلات على كل حال مداخلات مهمة جدا نفصل بالموضوع غير هل أعلن لا هن ديرها في نقاط رئيسية وهل العوائق والله معوقات آلين قالوا ريات الأعمال في مريتانيا تجمل في ذلك المحاول الرئيسية نحوار الأول العامل البشري يتعلق بالتكوين والخبرة والتمكن رائد الأعمال نفسه من الموضوع والله من الموضوع الاستثمار الذي لا يستثمر به لواحد من المحاددات الرئيسية للاختيار أي مشروع أن هذا المشروع على الأقل تعد عندك فيه تخصص ولا تعد عندك فيه إلمام ما بتضرر هذا الإمام يعود أحسن من إلمامك مواضية أخرى لذلك العامل التكوين وعامل التخصص هذا العامل مهم وفعلا عائق من عوائق ريات الأعمال لأنه رائد الأعمال غالبا يعود خري جامعة والله حديث عهد بسوق العمل لذلك يختار مشروع وهو ما فات عاد عنده من الخبر ولا فات عاد عنده ربما المعلومات الميدانية ومعلومات عن السوق معلومات عن الدراسات الجدوى معلومات حتى عن الخطوات الإدارية والمؤسسية لذلك دائما يستطدم بهذه العقبة هذا دورنا عقبنا نجيح للحلول المقترحة المحور الثاني من المحور المعوقات هو محور يتعلق بقضية الولوج وعوامل الانتاج من ضمنها التمويل اللي يتكلم عنه قال عوامل الانتاج بشكل عام طبعا هو رائد الأعمال لا بدا يتقدم الفكرة ورانين دوم ونرجع على فكرة هذه سرقة الأفكار والله زاد قبيض الأفكار والله حد يسبق لهم فكرة المشروع لا بدون يعد هو بانيها عن بانيها على ولا ولا بذلك المشروع بالرقاج لن يعد لا يقص مشروع مفروض عليه والله ما هو بقيه والله ما هو متحمس له ما هو لا ينجح فيه لا يجبط جميع وسائل الانتاج لذلك هو ما يقدر يجي ويقبل مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر مثلا وأنا تخصصي بحرية مثلا والله اقتصاد بحري لغير لذلك لا بد حد يختار المشروع الذي يشوف على أنه فيه ذاته قضية تمويل تكلمنا عنها فيها قضية هذه المواسعات الصغيرة المتوسطة وهون لا ينجاوب على واحد من الأسير الذي ورد على أنه هذه التمويلات فيها نوعين من التمويلات فم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي رواد الأعمال معناها الناس اللي مبتدئة اللي ما باتعت عندها مشروع بعدها من جديد وهذا طبعا سقف التمويل فيها لا يعود محدود بهاش بيلي ونفس المشروع نفسه يعود مشروع صغير بيلي ما يقدر يبدأ مشروع مثلا تمويل مليون دولار ولا عسرين مليون دولار لا يبدأ رقاش لذلك فم مؤسسات هذه بروكاب بيك اللي اذكرت على سبيل المثال بانك اللي بداع التمويلات الصغيرة المتوسطة سيدة دي وغيرهم هذا يعطوا مبالغ تتناسب مع هذه المشاريع اللي هي أفكار ما زالت وليدة يقار كيفما أشارت المديرة مع تطور المشروع مع تطور الفكرة يحتاج المشروع أيضا جرعة جديدة من التمويل لذلك فم آليات المملي فم التمويل على بداية الفنانسوان الدمراج يبدأ بها رقاش المشروع يقار المملي ما فم ما نعلن ويجبار تمويلات خراو فيوريا مزير مع التمويل التمويل على الأمد المتوسط وعلى الأمد الباعد ذلك بالنسبة المشاريع فات نشحت رقاش مثلا فات خطأ سنتين ثلاثة وفات المشروع وبدأ ذلك ساعة فعلا قد يتواجه المنسسات الأخرى خالق النقطة الثالثة هو المحور الثالث السياسي وهو محور السوق وهو اللي نرجع فيه قضية الأفكار وقضية أفكار المشاريع ونرجع للسؤال الرابع طبعا اللي يتعلق بالتكاليف والضرائب وغير ذلك محدد ذلك السوق عامل مهم جدا أنا لين أدخله لين أعدى المشروع لابد أن أعدى الدراسة للسوق بهذا المملي بالإضافة قبل قلت لأن الرجاج لا بد أن يعد متخصص في ذلك المجال حتى المملي من خلال تخصص والله من خلال المشروع يدرس السوق به اللي ما فهم معنى على أن الرجاج يعد المشروع يعود لا يبيع خدمة ولا منتج والسوق قاع ما يخالق معنى ما فهم طلب على ذلك المنتج لذلك لا فهم حاجة بالضبط هي أصلا على الفكرة المشروع هو واحدة من المحددات نجاح وأنه يعود يلبي طلب يلبي حاجة والله ما الذي لا يخلق هو حاجة لذلك لا بد أن يدراسة للسوق والدراسة للسوق التي هي لا يعدى لأرجاج دراسة للسادة الاقتصادية يشوف وين هو الطلب على هذا شن هو الطلب وشن المنافسة من دراسة مهم المشاريع الموجودة من دراسة ما هي هامش أرباحهم من دراسة لا بد أن يعدى لأرجاج دراسة معمقة للسوق لذلك قضية المنافسة قضية مهمة جدا في نجاح المشروع وفي استمرارية المشروع لأن اليوم قد ينجح المشروع لمدة شهر وشهرين فم شغف بالمشروع وإيمان بفكرة المشروع فم نقطة رئيسي لا ينشرها نحن شفنا على مستوى وكاتق التستمارات واكبنا قدر المشاريع وشفنا مثلا مشاريع معينة معني ذاكرها هذه المشاريع بدت وغير ما استمرت لاش بها لأهلها ما خرصوا ما قبل معينة الاعتبار المنافسة هم فهم وحدين سابقهم في مجال السوق وعندهم أصلا زبناء وكي نقولوا بين قوسين محتكرين الزبناء يقال محتكرينوا احتكار مشروع احتكرينوا من ناحية جودة المنتج ومن ناحية سعر المنتج ولذلك لا بد رغاج يدخل السوق هون لنرجع على السؤال الأخير وسؤال مهم جدا أخبار عن فهم من العوايق أيضا الضرائب اللي تندار على الشركات الوليدة والشركات الرائدة اللي مزالت الجديدة نختار نأكد هون ونطمئن رواد الأعمال على ذلك اللي نقال وإنشاء اشتركات في موريتانيا وعندنا أن نحتلوا فيه مرتبة متقدمة مثل اللي نقال والدونج بيزنس اللي هو ذلك مؤشر سهولة الأعمال اللي عند البنك الدولي موريتان سنة 2020 كانت احتل فيه المرتبة 40 منصر 180 دولة معناها سهولة إنشاء اشتركة في موريتاني سهولة هصة من ناحية العملية اللي هي من ناحية الإدارية تسهيلات قال من ناحية المالية موريتاني يمكن أن تعدل نوعين من الشركات أساسا نوعين من الشركات الشركات الأشخاص والشركات الأموال والرؤوس الأموال هذه الشركات الأشخاص تتكلف فيها لألفين وقية قديمة معناها 200 أوقية جديدة هو هو اللي اللي يتتكلف أبدا ليقبض من عندك شباك الموحد هذا طبعا مبلغ زهيد جميع الأوراق وجميع الخدمات اللي يقبض شباك الموحد طبعا هو هذا مقابل السجل الإدارة اللي تعطي المحكمة التجارية 200 أوقية جديدة إذن ألفين أوقية قديمة فطبعا الشركات الرؤوس الأموال لغير هذه 500 أوقية جديدة اللي هي 5000 أوقية قديمة إذن إن شاء الشركة نفسه ما عليه ضرائب يعني سهل جدا تقريبا يكون مجاني قالوا مولي قضية الضرائب لن أكد لكم على أنه قالوا الضرائب إنها تجي لا بعد سنة الضرائب تكون على المنتج تكون على النشاط ما هو لا لن ينشي أرقائي الشركة أعطيني وقت شوي لو سمحت ما هو لن ينشي أرقائي الشركة اليوم تنذار عليه الضرائب لا أبدا الضرائب ضرائب سنوية بشكل عام نظام قانون ضرائب ضرائب سنوية لذلك فم ضرائب الصع على الأرباح فم ضرائب على رأس المال فم ضرائب على النشاط إلى غير ذلك فم ضرائب حتى ضرائب مالية الضرائب مولي في موريتان لإعلمكم على الشركات الصغيرة ومتوسطة هي ضرائب بسيطة جدا بالمقارنة طبعا مع دول جوار ومقارنة مع لكونتس نترانس ثم نقطة أخيرة نختار نشر عليها على أنه الشنصة التسهيلات التي قد تحصل عليها هذه الشركات الصغيرة ومتوسطة وريات الأعمال ومشاريع ثم مجموعة من التسهيلات وهي اللي نختار نقبلها دقائق شوي اللي نتكلم عن ذلك اللي نقال مدوعة الاستثمار مبوبة على أثلت أنظمة للاستثمار فيه النظام الأول اللي هو نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة ونظام أخر ينقال لنظام الأقطاب التنموية وفهم نظام ينقال لنظام اتفاقيات تسيس هذا نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة يضمن حد تم اعتماده فيه حد مثلا عدد الشركة اليوم وعدد المسروع يقدجي يطلب من الوزارة أو من الوكال الترقية الاستثمارات أنه يتم اعتماده في هذا النظام مع أنه يلن يتم اعتماده في هذا النظام لا يحصل عنده يأس المزايا لا نذكر مزايا مهمة منها على سبيل النظام استيراد المعدات حد لا يعدى المصنع صغير يلن يستورد معدات لا يتكلف فيهم على سبيل المثال 10 ملايين هذا كان لا يدفع تقريبا حدود 6 ملايين إلى 7 ملايين كان يدفع حدود تقريبا 27% على هذا اللي لا يستورد يلن يعد معتمد في المدونة مدوّة الاستثمار عند الوكالة لا يدفع على هذا 3.5% يعني يخفف عليه ذاك يخفف عليه ذاك معنى من نسبة حدود 25% إلى 30% على استيراد المعدات اللي تدخل في إنشاء هذا المصنع أو الإنشاء هذه الشركة لا يرتدل هذا إلى 3.5% هذا واحد نفس الشيء بالنسبة المولي أيضاً لتصدير المنتجات وهذا فترة الاستغلال فترة إنشاء الشركة تأسيسها وفترة المولي أيضاً لإستغلال هذه الميزات الثنتين فميزات تتعلق بإعفاء على الضريبة على الضريبة على العمليات المالية ثم إعفاءات على الدخل الصناعي والتجاري إلينا نعود هذه المؤسسة معتمدة طبعاً في مدونة الاستثمارات لذلك مهم جداً على أن نعود عندنا هذه المعلومة لا بد المشروع يعود معتمد في القانون لياك يجب القانون يسمح له الاستفادة من هذه الإعفاءات والمزايا شكراً شكراً جزيلاً على التوضيح وإضاحات تفضلي سيدة فاطمة التوت تفضلي 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 الجواب على الأسئلة التي طرحوا الجمهور ليلى أنا هنا نرد على عدة نقاط فيهم أخبار ضرائب وأخبار الولوج للقطاع المصنف يعود حتى جاي ومشور القطاع القير مصنف أنا هنا دعي الشباب كامل والنساء الذي في القطاع القير مصنف يعني أنهم يتوجهوا للقطاع المصنف يعودوا أولاً لا يجبروا ياسر من المتيازات أولاً تعود أولاً موجود في قاعدة بيانات الشباك الموحد وتعود عندك سجل تجاري وتعود عندك رقم ضريبي يعني تعود عندك نشاط اقتصاجي معترف به وداخل النظم هذا من جهة من جهة على السجل الضريبي والله نف اللي هو هو اللي دائماً يجبروا العلايات والشباب من العوايق نف لنعود ما نمشقل ونبوزي نوقف وهذا هو اللي دائماً نحن ندخله كمجلس لسيدات الأعمال تعود السيدة لا يتدفع على الضمان الصحي اللي على عمالها شور الصندوق ضمان الاجتماعي يعني عندنا ما تواخضين هون عليها ضرائب تلاوخضين عليها لذي كضريبة العمال اللي تخلص للصندوق هذا من ناحية النقطة الثانية أخبار أخبار كوبية كل نسخ لصق المشاريع هون ما هو المشكلة باط نجر المشاهد في الصورة هون ما هو مشكلة على أني دخلت السوق وشبرت فيه واحدين قدامي ما هي مشكلة بي لأن دخلت على مدة فات تسبقت ني في السوق نحن عيننا على خصوصا في المجلس المتالي السيدات الأعمال كيف ما تحدث نجاة وم الخيري أعلن أن واجهناها كذاما مرة واجهناها في المجال الزراعي نحن كنا هم المجلس المتالي السيدات الأعمال الناس كامل المتابعة السوش الميديا لا تعود تعرف عن المجلس المتالي السيدات الأعمال هو أول حد جاء العلف الأخضر الموريتان هون وشاركنا به في معرض للثروة الحيوانية المعدل في قصر المؤتمرات سنة 2021 وطلبت مننا الوزارة المعنية اعلننا نجيب الملف متكامل عنه واجبناه وبعد ستة شهر اتفاجأنا اعلنوا ومول الرقاج ما هو في القطاع ومن مفاجأتنا اعلننا ذلك الرقاج الذي مول ذلك المشروع بيسر من الفضاء لأنه يتواصل معنا لدي المتالي وإن وإن ترد تفعل كنتم وفاطمت نحن لا نسكت نحن ندافع للاهي الحقوق وحقوق نعدلوه هذا هذا النقاط الثنتين في خبار ضرائب وخبار المشاريع كيف تنظر أنه يتبنى ومحد وخر ما هو هو الوضع يتبنى فيما يخص خالق النقطة قالت سيدة المجلالة نختار نقول لها شي على أنهم في البنك المركزي يتبع التمويلات فخبار أنها تعود موجهة ويتبع رأنا طالبين البنك المركزي على أنه يتبع هذا التمويل الذي قائس مجال الصيد به الذي فات إلى الآن دخلة منه 4 مليون دورو و4 ملايين دورو وما استفاد منها حد من القطاع نعم سيدة لالة تضلي طبعا هذه السيلة شكرا جزيلا بإضافة إلى بعض السيلة التي طرحها الجمهور سابقة بما أن الوقت عادي يضيق نختير نلخص شوي النقاط التي طرقنا لها قلنا على أنه في مجال الإصلاحات تم إنشاء اتحاد المقاولين الشباب وتحاد المقاولات النساء نحن بدورنا ما نمع نمع مباشرة ولكن نتمنى نتمنى تفعيل هذه الهيئات المساعدة النساء والشباب التي نعمل معهم في مجال مؤسساتهم الصغيرة التي يريد دعمها وفعلا الهدف منهم يلطعوا توفير مثلا المكان وتوفير إمكانيات لهذه الشباب ما يقدوا يوفرهم بجهودهم الخاصة ثم مات مسألة الصندوق الوطني الخاص بضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مساعدتها للولوج للتمويلات وهذا صندوق تم يشاو السنة الفيتا وقطعا هم قاموا بدراسة بعض المشارع المؤسسات الصغيرة ونعطي السيدة الرئيسة الاتصال الاتصال بهم من أجل تتصل بهم مباشرة للمشاركة معهم والتحدث معهم للفرص التي يمكن أن توجد للنساء فمات المسألة الثالثة بكل اختصار هو مسألة الاهتمام للسلطات العولية بالشباب وبالنساء وذلك يتمثل استهدافهم بشكل مباشر في الاستراتيجيات الوطنية وخاصة الاستراتيجية الوطنية للشهم والمالي والتثقيف المالي واستهداف هذه الفئات كأولويات في الإصلاحات القادمة ذماتي مسألة استحداث فريق العمل على مشاكل الشباب والنساء وندعي من هذا المنبر السيدة الرئيسة للانضمام مننا إياك نقبض وجهة نظرها وإياكم واللي يعود عندنا التماس بالمشاكل الحقيقية الموجودة لدى الشباب فما تي مشروع مختبر رقمنا في البنك المركزي متباركين يقوموا بالقاء والهدف من نوع لأننا نتحدث مع هذه المشاريع ونخرصوا في المشاريع منهم اللي يتعلقوا بالرقمنا ونخرصوا من اللي كيفاش المؤسسات المتخصصة في الرقمنا المالية قد تعاون المؤسسات الأخرى في رقمنا وسائلها مثلا وذاك يساعد في نجاحها بما تي المنصة الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية التي سيتم إلقاءها قريبا وما تي مشروع الذي تم إنشاءه من قبل زملائنا في وزارة الرقمنا وهو ستارتاب أكت اللي يساعد في هذه المشاكل المتعلقة خاصة منها المتعلقة بالضرائب إلى غير ذلك شكرا شكرا لسيدة لالا القوث المديرة العامة لشمول المالي بالبانك المركزي الموريتاني وشكرا أيضا موصول للمدير العام المساعد وكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا سيد حبيب الله محمد أحمد وشكرا أيضا موصول لرئيس المجلس الموريتاني سيدات الأعمال السيدة فاطمة منتلفيل وشكرا أيضا موصول للجمهور الشبابي الحاضر معنا وأيضا نختم هذه الحلقة مع دور غنائي للفنان مراد أحمد زيدان منعزي ذا الأول متفاني ومعاني وهو عني طول وإنساني وأنا عليهم عول ومعلق أماني والغير يحرمني يكاني منعزي ذا الأول متفاني ومعاني هو عني طول وإنساني وأنا عليهم عول ومعلق أماني والغير يحرمني يكاني هو الأول والتالي هو شاغل خيالي هو قدر يزالي يالله هو الأول والتالي هو شاغل خيالي هو قدر يزالي يالله دي منعزي ذا الأول متفاني ومعاني وهو عني طول وإنساني وأنا عليهم عول ومعلق أماني منغيره يحرمني يكاني ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة